اعدت الادارة العامة للمرور حملات توعوية لرواد المساجد والجوامع ركزت فيها على السلوكيات الخاطئة التي تكثر خلال الشهر الفضيل كالوقوف الخاطئ للمركبات مما يتسبب في عرقلة انسيابية الحركة المرورية تعمل الادارة العامة للمرور في شهر رمضان المبارك وفق خطة مرورية متكاملة وذلك بتكثيف التواجد المروري في كافة محافظات المملكة لضمان انسيابية الحركة المرورية ومنع السلوكيات الخاطئة التي تؤثر على مستوى السلامة المرورية في شهر رمضان المبارك تزداد الحركة المرورية في محيط المسايد وذلك تتوجه له المصلي لأداة صلاة التراويح والقيام ويرتكب بعض المصليين السلوكيات الخاطئة كوقوفهم على الرصيف أو وقوفهم في الطريق العام أو وقوفهم خلال المركبات هذه السلوكيات تعيق من الحركة المرورية وتعطي المصالح الآخرين وكذلك تعيق من حركة مركبات الطور فالإدارة العام المرورة تنصح جميع مستخدمين الطريق التقيد والالتزام بالقواعد المرورية حفاظا على سلامتهم تعد السلامة المرورية هدفا أساسيا للإدارة العامة للمرور والتي تعمل على تحقيقها عبر حملاتها التوعوية لزيادة مستوى الوعي والثقافة لدى مستخدمي الطريق يأتي ذلك بتوزيع منشورات توعوية لرواد دور العبادة بأهمية الوقوف الصحيح مقدمين من خلالها النصائح للمخالفين والتأكيد بعدم غلغ الطريق على المركبات الأخرى يعني يبنت على المصلين اللي بيونعقبها بعدين ما يقدروا ينطفون فيطار يوقف وراه سلوك المسلم إن كان رايح مسيد ولا رايح سوق ولا رايح أي محل لازم يكون قبل لا يوصل يهيئ روح حق تنظيم ينظم نفسه اللي بيصلي ييشوي يسبق يسبق قبل عشر دقايق يشوف له مكان وإذا ما شفت لك مكان تروح مكان بعيد على الأقل أن الشارع يتم سلس من المشاكل اللي كانت تعيق ييتي حق المسجد اللي هو الوقوف الخاطئ وبالذات في المسارات اللي تكون ما بين المسارات حق المشا هنا كانوا يوقفون ويكون يعني الموقف خاطئ وحمد الله رب العالمين عقب ما وفروا لنا موقف خاص حق ذوي حتجات الخاصة هنا اللهم لك الحمد الشكر صرت آي في كل وقت يكون الموقف جاهز وفاضي إن الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية وتجنب السلوكيات الخاطئة مسؤولية الجميع لتجنب وقوع الحوادث وضمان تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية طيلة أيام الشهر الفضيل